السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة روائع الوصفات أهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اليوم إن شاء الله رح نعمل صنية كفة الدجاج بالكريمة كتير طيبة إن شاء الله بتعجبكم اللي أول مرة بشوف قناتي ياريت تدعمني وفعل زر الجرس ويعمل لايك لأنه اللايك بساعد على نشر الفيديو واللايكات عندي كتير قليلة على فيديوهاتي ياريت تدعموني وتحطوا لايك أول إشي بنحط بصلة صغيرة مع أكم من ورقة بقدونس زي ما أنتوا شايفين ما بكتر لأنه نفس كفة الدجاج طرية فما بحب أحط عليها أشياء إن هتطريها بزيادة حطيت بس بصلة صغيرة مع أكم من عرق من البقدونس طحنتهم وبدي أحطهم على كفتة الدجاج كتير طيبة إن شاء الله بتجربوها وبتعجبكم بعد ما حطينا البصل والبقدونس زي ما أنتوا شايفين ما خليتها تطلع ميتها فرمتها فرم يعني خشن شوي حطيت نص معلقة صغيرة من الزنجبيل طبعا في جاج لازم نحط زنجبيل بقيم الزنخة كلها تبعت الدجاج حطيت نص معلقة من البهار البهارات السبعة أو البهار المشكل مع نص معلقة من بودرة البصل وشوية من الفلفل أسود بدي أحط ملح طبعا الملح دايما حسب الرغبة حطيت معلقة تقريبا ونص قد معلقة كبيرة يعني بدي أعجنهم مزبوط لازم تعجنيهم مزبوط عشان يتماسكوا بعد ما عجنتهم بدي أكورهم كرات صغيرة زي ما بتحبي حجم الكرات طبعا ما بقيدك باشي بدي أقليهم حطيت في المجلة تقريبا قد معلقتين من الزبدة ممكن تحطي سمنة ممكن تحطي زيت الموجود عندك أول بتحبي طعمه ممكن انك تعملي فيه بعد ما دابت الزبدة بدي أحط كور الكرات الكفتة الجاج لحد ديت ما أخلص كل الكمية بخليها تتحمر على الوجهين طبعا هي مش رح تستوي معنا بس انه تحمير وتتماسك بس تشم النار الكرات الجاج دغرب تتماسك وبتصير يعني جامدة وتقدر انك تتحكم فيها بقلي كل الكمية بكون مقشرة بطاطا وحطاها بالصينية اللي موجودة عندك أي صينية مضروري بايركس أي صينية موجودة عندك ممكن تعملي فيها حطيت في يعني قاعل الصينية بطاطا مشرحات ممكن تحطي شرحات بصل زي ما انت بدك وحطيت الكفتة عليها كفتة الجاج زي ما انتوا شايفين كيف تماسكت معنا مع القلي بعد هيك بجيب كريمة الطبخ اللي بتحب اني اكتب لها او احط لها بصندوق الوصف مقادير كريمة الطبخ في البيت تعمليها اذا بعيد عنك مثلا السوبر ماركت او ما في عندك كريمة طبخ ممكن تعمليها في البيت بعد ما درت كريمة الطبخ ضلي شوية في العلبة حطيت تقريبا قد فنجان من فنجين القهوة ماي عليها وخضيتها ودرتها وحطيتها بالفرن تقريبا اخدت معي ساعة بعدين كشفتها وحمرتها وهيك صارت جاهزة اكلة سهلة وبسيطة وكتير كتير طيبة ممكن تقدميها مع رز ممكن تقدميها مع مع كارونا اللي بدك ايا وهيك خلصنا بس حبة اني اذكركم باللايك اذا عجبكم الفيديو ياريتوا تحطوا لايك وتشاركوا لاكبر عدد من الناس ويعطيكم الف عافية ترجمة نانسي قنقر